تحت عنوان توظيف الدراما في خدمة القضايا المجتمعية والوطنية والإنسانية نضم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع جريدة الخليج مجلساً رمضانياً ضم لفيف من الأدباء والمختصين الاجتماعيين إلى جوار مجموعة من الفنانين الإماراتيين والخليجيين الفن رسالة والكاتب الذي يكتب يجب أن تكون لديه رسالة فيحاكي عبر عمله الفني واقع الناس ويسهم في طرح القضايا الوطنية والاجتماعية بصورة واقعية هذا ما أكد عليه المجلس الرمضاني الذي نظمه المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع جريدة الخليج والذي صلت الضوء على توظيف الدراما في خدمة القضايا المجتمعية والإنسانية والوطنية في استغلال القضايان الوطنية لخدمة الدراما المفروض العكسي يكون نحن نسخر الدراما لخدمة قضايان الوطنية المفروض أننا لا نتاجر بوطنيتنا وثقافتنا وقضاياننا الملحة حضر الجلسة الرمضانية كل من مدير الجلسة الممثل والمنتج الدكتور حبيب غلوم والفنان سيف الغانم والمخرج والفنان المسرحي حميد سمبيتش والفنان آلاء شاكر والمخرجة خالدة مجيد مخرجة المسرحيات بالمكتب الثقافي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نسلط الضوء على الدراما المحلية وما قامت به مؤسساتنا الإعلامية من دور في إبراز الجانب الدرامي في دولتنا العزيزة وأيضاً رح نتكلم عن أهمية الدراما في المحطات وإذا في مجال أيضاً نتناغش على كيفية أن نطور هذا المنتج بحيث أن يكون منتج غالي وأزيز على الأسرة تترقبه في كل لحظة تترقب منتج وعمل درامي في البرامج التلفزيونية وأجمع المتحدثون على أن توظيف الدراما في خدمة القضايا المجتمعية والوطنية والإنسانية هو التأثير في تشكيل الرأي العام فلابد من التثقيف بقضايا الوطن سواء الأمنية أو الصحية والاجتماعية أو الأمور المتعلقة بالسلامة وبالتالي تنجح الدراما عندما تكون أقرب إلى الناس